اهلا بكم الى حوال المساء بينما كان معظم الخبراء الامنيين يتحدثون عن افول نجم حركة الشباب الصومالية المتطرفة وفي وقت تراجعت في اسهم هذه الحركة التي قامت قبل سبع سنوات على انقاض ما كان يعرف المحاكم الاسلامية في الصومال ها هي تعود من جديد الى الواجهة لتضرب هذه المرة في قلب العاصمة الكينية نيروبي ولتذكر العالم بان الجماعات المتطرفة في القرن الافريقي بركان لم يخمت بعد ولا زالت حمامه تهدد كل المنطقة ولكن ما هي دلالات عملية نيروبي وما اهدافها هل هي بداية سلسلة جديدة من الموجهات مع حركات التطرف ام مجرد فعل يائس في ظل تزايد الضغوط على تلك الحركات القرن الافريقي في منعطف صدام جديد مع الجماعات الارهابية هو ايضا موضوع حوارنا لهذا المساء نرحب بضيفينا في حوار المساء معنا من جدة رئيس مركز الشرق الاوسط لدراسات الاستراتيجية والامنية اللواء الدكتور انوار عشقي ومن القاهرة استاذ معهد البحوث الافريقية بالقاهرة الدكتور سعيد فليفل يمكنكم ايضا المشاركة في الحوار من خلال طرح سيلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك اذا ابدأ معك دكتور انوار بداية مساء الخير يعني بينما كان معظم الخبراء الامنين يتحدثون عن نفول نجم حركة الشباب في الصومال ها هي تصل الى قلب العاصمة الكنية نيروبي من الناحية الامنية ما هي دلالات هذا الهجوم اولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ألي واصحابه من الولاه طبعا لا شك بان هذا الهجوم كان مفاجئ للجميع جماعة طبعا حركة الشباب الجهادي في الصومال تراجعت كثيرا في الايام الاخيرة لكنها الان احبت ان تثبت وجودها بانها موجودة هذه حركة الشباب طبعا ارتبطت بالقاعدة بعد ان ضربت القاعدة في افغانستان فاوجدت لها مكانين واحد المكان الاول هو في اليمن والاكان الثاني هو في الصومال في الصومال تراجعت كثيرا ولكنها اليوم تريد ان تضرب لتثبت العالم بانها موجودة الامر الثاني تريد من هدفها الاستراتيجي في هذه العملية هو انها تريد ان تجبر كينيا على الانسحاب من طبعا وعدم التدخل في الصومال وايضا ارادت ان تحدث ضجة كبيرة ولكن لماذا اختارت المكان هذا المكان هذا على اعتبار انه مشاركة بين الكينيين وبعدين وايضا الاسرائيليين فاحبت ان تكسب عواطف بعض المسلمين في هذا الجانب ولهذا قامت بهذه العملية في هذا المكان الكبير الجديد الذي فتتح عام 2007 والمكتظ بالمتسوقين في هذه الفترة وفي فترة طبعا اجازة نهاية الاسبوع فكانت الحقيقة العملية كانت كارثة جدا وهذه ليست هي المرة لكن كيفية التنفيذ من الناحية الامنية دكتور انور عفوا المقاطعة ما الذي تحكسه هالالتجاه العودة الى البدايات ومرحلة تحرير ضد الاحتلال كما بدأت هذه الحركة في البداية بين عامي 2006 و2009 أما انه استراتيجيا وتوجه امني لدى هذه الحركة العملية التي حدثت لا تعتبر عملية كانت معقدة او مخطط تخطيط دقيق يدل على انهم متطورين في هذه العملية هجموا برشاشات وهجموا ايضا بقنابل يدوية وبعدين في وضح النهار وايضا كانوا يرتدون ملابس سوداء تميزهم عن غيرهم وايضا كانوا يرتدون طبعا مقنعين هذه العملية انا لا اعرف كيف اين كان الرجال الامن واين كانت المراقبة واين كانت العدسات المصورة لهذه العملية فرغم انه العام الماضي اجروا نفس عملية قريبة من هذه في محلة الحافلات فاذا هناك لا شك تقصير لكن يعني مسؤول في الشرطة الكنية قال ان هذا الهجوم يدل بوضوحة انه متقن وتم الاعداد اليه انا ما انا شايف اتقام في هذا الموضوع لانه هذول جيدين طبعا في وضح النهار وبعدين ما فيش تغطية كانت بالنيران او غير ذلك هجموا يدخلوا وقاوموا بهذا العمل طيب انتقل الان الى ضيفنا ايضا الدكتور سيد فليفل بداية المساء الخير يعني استهداف في قلب العاصمة هو الاكبر منذ استهداف السفارة الامريكية عام 98 يعني ما هي الرسالة او الرسالة التي تود هذه الحركة ايصالها من خلال هذا الهجوم طبعا يعني العمليات الارهابية بشكل عام هي عمليات لها طابع الخفاء والتدبير والعمل السري ولهذا تأخذ الحكومات حتى اكبر وقعت الحكومات في العالم تأخذها حين مفاجأة وهذا بطبيعة الحال هي سمة من سمات الاعمال الارهابية الحقيقة ان حركة الشباب لديها من الاسباب رغم خصة العملية ورغم ادانتنا الكاملة للعمليات الارهابية ايا كان المكان الذي تقع فيه وقعت في مصر او وقعت في نيروبي او وقعت في واشنطن او في بكين في اي مكان تقع فيه هي عمليات مدانة وهي عمليات لا تليق اطلاقا بسلوك الانسان القويم ولكن مع ذلك اذا اردنا ان ننظر الى الجانب الذي يطلع به شباب المجاهد فيه الصومال فنحن بصدد مجموعة من الشباب نجحت فيه السيطرة الى حد كبير على العاصمة الى ان جرى لفظها واخراجها من العاصمة وبهذا اصبحت تلجأ الى الاساليب التي تؤكد انها موجودة وانها لم تختفي من الساحة السياسية ولهذا كانت تلجأ الى العمليات العنيفة في داخل العاصمة مقدشيو وفي الشهر الماضي شهدنا عددا من الضربات المجاعة التي كانت الشباب المجاهد لكن ما هي الرسالة دكتور سيد ما هي رسالة من بعد هذه الحادثة الرسالة انهم يعاقبون كينيا على دخولها الاراضي الصومالية القوات الكينية من خارج اطار التدخل الافريقي الذي يقوم على قوات معلومة للاتحاد الافريقي في داخل الصومال تطلع هذه القوات مع الحكومة الصومالية بادوار محددة في الاطار الامني اذا بكينيا تدخل الى بعض المناطق التي توجد فيها ابار بترول سواء كان ذلك في الاراضي الكينية الصومالية التي توجد في الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للصومال او في المياه الصومالية يعني في الساحل الخاضع لاسيادة الصومالية وبطبيعة الحال هذا التدخل ادى الى ان القوات الكينية شنت على القوات الشباب المجاهدين في الاراضي الصومالية هجوما قاسيا والشباب الصومالي يريد ان يقول ان الوجود الكيني خارج اطار الاتحاد الافريقي يجب ان يعاقب فكان الرابد في نيرومي نعم وهذه النقطة انتقل بها الى الدكتور انور دكتور انور يعني كينيا تلقت تحذيرات متكررة من حركة الشباب الصومال لسحب قواتها من الصومال او مواجهة يعني عواقب وخيمة بهذا الهجوم اثبت الحركة قدرتها على تنفيذ ما حذرت منه يعني كيف استعامل الآن الحكومة الكينية مع هكذا تحذيرات الحقيقة اخشى ما اخشى ان الحكومة الكينية تقرر ان تسحب قواتها من طبعا الصومال نحن نعلم بان الارهاب هو ازهاق الارواح واتلاف المتركات لتحقيق غرض سياسي غرضهم السياسي هو اخراج كينيا من اللعبة لان كينيا كانت يعني طبع عدت اداء جيد داخل الصومال وفعلا ضغطت كثيرا على هؤلاء وكانت تعرف بمواقعهم وادت دورها بجدارة في الصومال فلهذا هم يريدون ان يتخلصوا من هذا الثقل الكبير لهذا دائما في الارهاب اضبطية لكن هل تعتقد دكتور انور يعني ان هذا الهجوم بالفعل سيدفع الحكومة الكينية للتفكير بالخروج من الصومال طبعا نحن نعرف كينيا ضربت مثل جيد في عملية الدمقراطية وخاصة في انتخابات كينياتها النظمة الدمقراطية دائما يمارس عليها الشعب ضغوط فاذا وجد الشعب الكيني انه سوف يتعرض الى عمالة رهابية وعملية رهابية وغيرها قد يضغط على الحكومة الكينية فتقوم الحكومة الكينية بالانسحاب لكن لهذا يعني طبعا هذا ما نخشاه فلهذا طبعا هم استهدفوا كينيا من بين الدول الاخرى الثانية التي شاركت مع قوات الافريقية هذه نقطة مهمة اودا ننتقل بها سعود اليك دكتور انور سيد فليفل فيما يتعلق بانه لو قررت الحكومة الكينية لانسحاب بعد تبعات هذا الهجوم كيف سيكون المشهد حينها انا اعتقد ان كينيا يعني مضطرة للانخراط في الشأن الصومالي رغم ان فيها لأسباب كثيرة تتعلق بوجود عدد كبير من السكان الصوماليين في داخل كينيا في شمال وشمال غرب كينيا توجد اعداد كبيرة من الصوماليين يعني تزيد عن ثلاثة ملايين مواطن صومالي هم مواطنون كينيون وبالتالي هذا يسهل لشباب المجاهد للدخول الى داخل الصومال عبر الوجود في داخل الجامعات الصومالية الأخرى الكنية اصلا وهذا في حد ذاته يجعل انهاء الوجود للشباب المجاهد الصومالي في كينيا يجعله امرا صعبا ولهذا كينيا امام تحدي حقيقي قد تكون مصلحتها في الوجود في الاراضي الصومالية لأسباب اقتصادية لكن هذا الوضع اصبح الان يحرك طرفا ثالثا هو الحكومة الصومالية دكتور سيد لكن نيروبي قالت اكثر من مرة انها قضت على حركة الشباب في المناطق الحدودية بينها وبين الصومال لا احد يستطيع لا احد يستطيع ان يخضي على حركة شبابية تأخذ وقتا يعني الشعب الصومالي بحاجة الى وقت كي يلفز هذا الجسم الغريب عليه والمتطرف ولكن كينيا تعطي لهذا الشباب المجاهد طوق نجاه بوجودها على الأرض الصومالية كما ان العملية تحرج الحكومة الصومالية وتضطر الحكومة الصومالية لمطالبة الحكومة الكنية بقى لا تبقى على الأراضي الصومالية الا باتفاق لان وجودها واحتلالها لبعض المناطق البترول في الأراضي الصومالية أصبح ضاغطا الآن بعد أن قامت حركة الشباب بعقابها بعقاب كينيا وجانب آخر من المسألة متعلق بالضغط المتبادل بين حركة الشباب وكينيا من ناحية وحركة الشباب والحكومة الصومالية من ناحية وربما يكون اللجوء الكيني إلى إسرائيل هو في حقيقتي محاولة للبحث عن مخرج حقيقي لوضع ومأزق صعب نعم سنتحدث عن هذا الجانب بشكل مفصل لكن أود البقاء في الجهود الدولية للقضاء على تصفية الحركات المسلحة وأيضا الجهادية في القرن الأفريقي دكتور أنور اللافت خلال العامين الماضيين أنه كانت هناك حركة أو تحرك واهتمام دولي وقليمي وآخذ في التزايد في تصفية الحركات المسلحة خاصة في القرن الأفريقي وبالتحديد تنظيم الشباب الجهادي في الصومال لكن رغم كل هذه الجهود سواء على ما يتعلق بالاتجاه السلمي أو حتى المواجهة المسلحة كل هذه الجهود لم تنجح لماذا دكتور أنور طبعا لا شك بأن هناك بنواجه مدرستين لمكافحة الإرهاب المدرسة الإسرائيلية والمدرسة طبعا السعودية المدرسة السعودية تكافح الإرهاب عن طريقين طريق القوة الناعمة والاستخدام القوتين الناعمة والصلبة إسرائيل تستخدم أسلوب المطرقة الغليظة المطرقة الغليظة تعتبر مثيرة أيضا للإرهابيين خاصة الإرهاب الدولي المملكة العربية السعودية أسلوبها لا لا بد أن يكون هناك يعني مثلا أسلوب توعوي لهؤلاء وفصل المؤيدين والأتباع وغيرهم من هؤلاء الإرهابيين بهذا استطاعت المملكة العربية السعودية أن تنجح في عملية إيقاف الإرهاب فلهذا المدرسة السعودية بدأت تبعث طبعا بهذه الرسائل إلى كثير من الدول حتى أن 12 دولة من الدول بعض معظمها أوروبية جاءت إلى مدرسة نايف طبعا الوزراء الداخل العرب جامعة نايف للعلوم الأمنية وأخذت دورة في مكافحة الإرهاب على المدرسة السعودية فإذن معناها أنه لكي نوقف هذه العملية لا بد أن لا نستخدم فقط المطرقة الغليظة لا بد أيضا كمان الأسلوب الآخر إلى هو إقناعهم لو تمعنا في هذه العملية التي حدثت حينما دخل هؤلاء قاموا بعملية ماكرة قالوا المسلمين يطلعوا فليه؟ لأنهم يبينوا أنهم هم مسلمين بينما الإرهاب غير مسلم فهذول يبينوا المسلمين أنهم عشان يتعاطفوا معاهم ويدعموهم في المستقبل هذه عملية خطيرة ماكرة طبعا فلا بد أن نقطع عليهم هذا الطريق ونبين بأن هذه العمليات ضد الإسلام وضد الإنسانية وأن العدل الأساسي لهذه العملية هو القانون وليس الشعب وليس الحكومة فإذن عمليات المدرسة طبعا استراتيجية في الإرهاب لا بد أن تستخدم القوتين وليس فقط المطرقة الغليظة نعم أتقل بمحاربة الإرهاب وبهذا الحديث إليك دكتور سيد هل ما حدث في الهجوم يعتبر فشلا في الحرب على الإرهاب المستمر منذ أكثر من سبع سنوات يعني أنا أعتقد الحرب على الإرهاب ليس مسؤولية دولة وحدة لا توجد دولة قادرة على الحرب على الإرهاب نحن الآن في عالم متغير انتقال البشر أصبح أمرا مميزا التكنولوجيات المعقدة في إعداد الأسلحة وفي التهريب وفي غير ذلك وجود جماعات متعددة من كافة الشعوب في أراضي دول أخرى كل هذا يساعد على إمكانية الانتقال بالأسلحة وبأدوات العنف ولكن الذي ينجح نجاحا باهرا هو أن تلتزم الولايات المتحدة بقبول تعريف الإرهاب المجتمع الدولي حتى الآن لم يعرف الإرهاب الولايات المتحدة تعتبر إرهابيا من يخالف مصالحها ولكن في الحالة المصرية مثلا لم تعتبر الولايات المتحدة أن ما يجري في مصر تدمير للمصالح الحكومية إرهابا وهذه الإزدواجية في المعايير تجعل كافة العناصر قادرة على أن تنتقل من مكان إلى مكان وأن تستخدم أدوات إعلامية وأن تعمل كما لو كانت في إطار الشرعية وهذا في حد ذاته هو الذي يجعل كل دولة تعجز بانفرادها عن ملاحقة الإرهاب ولهذا نحن بحاجة إلى اتفاق دولي لتعريف الإرهاب نحن بحاجة إلى توافق في السياسات الدولية لحصار الإرهاب أي أن كان نوعه ومصدره وأي أن كانت ملته وأن كنت أعتبر أن الإرهاب لا ملة له ولا دين إنما الجانب الأساسي كما ذكر أخي الدكتور أنور هو تعاون الدول على تبادل المعلومات وضح وضحت الصورة والقيام بإجراءات مشتركة نعم أنت ترى أن هناك ازدواجية فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وأنه ليس هناك إطار دولي واحد تعمل من خلاله كل الدول أود أيضا أن نطلع على رأيه حتى بعض التجارب التي تجري للحوار مع الإرهابيين يعني شاهدنا في مصر أن الذين عادوا إلى رجدهم في التسعينات عادوا في 2013 يحملون نفس السلاح ولهذا القضية هي أكبر وأعقد من إطار دولة واحدة في إطار هذا الحديث الإزدواجية هل تعتقد أو توافق دكتور أنور على حديث دكتور سيد فيما يتعلق بأن هناك ازدواجية دولية في تعريف الإرهاب وأن ليس هناك إطار واحد تعمل من خلاله الدول على محاربته الحقيقة أنه من 40 سنة الإنساكلوبيدة أمريكانة عرفتها الإرهاب بأن الإرهاب هو إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات لتحقيق غرض سياسي وهذا يفرق بين الإرهاب وبين عملية الاغتيال السياسي لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بهذا التعريف إنما هي أحيانا إذا لم يرقها عملية الدفاع عن النفس إذا لم ترقها عملية التحرير عملية لهذا تطلق عليها كلمة إرهاب هنا لابد أن نلتزم بالتعريف العلمي الموجود فولايات المتحدة الأمريكية أحيانا وكل الدول هذا الشغل السياسة أنهم يوظفون القيم ويوظفون العلم ويوظفون كل هذا لمصالحهم الخاصة لابد أن يكون هناك التوجه نحو عدو واحد لهذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تتمكن من إيقاف عملية الإرهاب استخدمت استراتيجيات مختلفة استراتيجية قام بيها بوش أنه قال أنقل الإرهاب للدول الإسلامية نفسها وصار يضرب في المناطق دي وصارت العمليات الإرهابية كل هذا جاء هو الآن أوباما جاء بستراتيجية جديدة قال يجب أن نشغل الإرهابيين بالدفاع عن أنفسهم بدلا من أن يفكروا في ضربنا فلهذا أخذوهم بالطائرات يلاحقوهم الطائرات من غير طيار وأخذوا إلى حقونا في كل مكان إذن مع استراتيجيات لا تخدم حرب الإرهاب في العالم كله لكن أيضا في هذا الإطار دكتور أنور محللون سياسيون صومليون رأون تنفيذ هجمات من هذا النوع في عمق العاصمة دليل على الترابط بين قاعدة الظواهر وأيضا حركة الشباب كيف تنظر إلى هذا الربط وما هي الخيوط التي تدل على ذلك هذا كلام صحيح عندنا طبعا شريف شيخ أحمد أول ما بدأ في العملية دي جاء عندنا وعملنا له خطة استراتيجية إلى أن وصل للحكم شريف شيخ أحمد كان من ضمن الخطة الاستراتيجية أنه يتكلم ويرفض الإرهاب ويقول نحن ضد الإرهاب فتعاونت معه الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك والحقيقة أسامة بن لادن مدلوا يد العون وقال بأنه هذا مرتد وأنه ضدنا وأنه من الكلام ده فأكسب فيها كريديت طيب الحقيقة أن هذه العملية ساعدت شريف شيخ أحمد كانت النتيجة أنه طبعا أولا عملية جماعة القاعدة القاعدة هؤلاء ليس لهم ارتباط أصبحت عملية الإرهاب فرانشايزر يعني مثلا كل جهة تقوم بعملية إرهاب وهذا وتنتمي للقاعدة فيصبح تأخذ الامتياز من القاعدة لكن لا تأتمر بأمرها في كل مكان هي فقط تأخذ الامتياز منها لأنها من أجل تحصل المال وتحصل كثير من المال وضحت الرؤية دكتور أنور دعني أنتقل بهذه النقطة وعن إلى أي درجة تمتلك هذه الحركة حركة الشباب امتدادات في منطقة القرن الأفريقي وأيضا خارج قواعدها في الصومال دكتور سيد هل لها بالفعل قواعد أخرى خارج الصومال ولها أيضا ثقل في هذه المناطق تقصد القاعدة أم حركة الشباب لا حركة الشباب يعني هو وجود حركة الشباب في الأراضي الصومالية أصلا ثم في الأراضي الكينية التي يعيش فيها أغلبية صومالية في قليم جوبالاند وفيما عدا هتين المنطقتين ممكن أن يوجد صوماليون يعني قد يقومون ببعض الأعمال الفردية البسيطة لكن ليس على هذا المستوى الكبير من الأعمال الإرهابية طيب إذا ما تحدثنا عن التدعيات هذه العملية عملية نيروبي أمنيا وسياسيا كيف تنظر إليها دكتور سيد والله أنا أعتقد أنه يعني هذه العملية تؤكد أنه الإرهاب يعني جذوره قوية ومتغلغلة وأنه التعاون الدولي بصدده يجب أن يكون أفضل وأقوى وأحسن مما هو قائم الآن كما أن الرسالة التي خرجت من التفجير الكبير الذي جرى أو العنف الكبير آسف الذي جرى في نيروبي وللمرة الثانية في فترة عقدين من الزمان هذا يجعل من المهم على كينيا أن تفكر في الحالة الصومالية بنحج مختلف وبالرؤية استراتيجية مختلفة لأن كينيا تفكر دائما في إضعاف الصومال وتتفق دائما مع إثيوبيا ومع أغندا على تقزيم الدولة الصومالية طالما لا توجد دولة صومالية عافية فنحن لا نستطيع أن نطالب الشعب الصومالي والدولة الصومالية أن تكف أيد هؤلاء لأنهم انفرط عقدهم وكل مكان ذهب إليه أصبح كما لو كان قنبلة العنقودية في منطقة القرن الإفريقي ومن هنا فإدراك أن مصالح الشعوب في القرن الإفريقي هي مصالح واحدة وأن التعاون هو خير من التنابز والحصار وتفكيك الدول وأن الاستراتيجيات الغربية التي تارد من خارج القرن الإفريقية هي في الحقيقة لا في صالح كينيا ولا في صالح الصومال حتى وإن كان باديا أن الغرب يجامل كينيا على حساب الصومال لكن الجميع يدفع الثمن أخيرا نعم طيب دكتور أنور إذا ما تحدثنا عن الحكومة الصومالية إلى أي درجة يعني تضعف هذه العملية أو إذا ما حدثت عملية أخرى شبيهة بها من قوة الحكومة الصومالية وأيضا التحديات التي تواجهها بالنسبة للحكومة الصومالية الحكومة الصومالية أساسا أساس المشكلة الحكومة الصومالية لديها أراضي مقتطعة سواء من الدول المجاورة ولكن حكومة شريف شيخ أحمد جاءت وثبتت الحدود على أساس أنه ما نثير مشاكل مع الدول المجاورة وقتها تقبلت الدول المجاورة مساعدة الصومال فمساعدة الصومال في هذه الفترة يعني هذه هي اللي جعلت الصومال يعني يستطيع أن ينتصر على هذه المجموعة وأن يسترد أنفاسه في هذه المرحلة لكن لابد أن هذه الدول المجاورة تتعاون كليا معه لأن الإرهاب ليس موجها للصومال وحده سوف ينال الجميع ثانيا لابد أن مساعدة الحكومة الصومالية وخاصة فيما يتعلق بالحرب النفسية لابد أن تدعم الحكومة الصومالية في أنها تبين للناس والصوماليين ولجماعة المؤيدين للحركة أن هذا شيء مخالف الإسلام وأن الإسلام لا يرضى بهذا الإرهاب وأما إذا كان فقط السلاح هو الوحيد للتعامل مع الإرهابيين فإن الإرهاب سيظل يعيش مدة سنوات طويلة إذن المملكة العربية السعودية استخدمت ما يسمى به الفئة الضالة فكان الملك عبد الله دائما يسميهم الفئة الضالة مع أنهم ضالين إذن لازم نهديهم إلى سواء السبيل إذن لازم نبين لهم هذا التبيان لازم يكون واضح ومساعدة الطبي أشكرك إذن الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمنية كنت معنا من جدة شكرا جزيلا لك وأيضا شاركنا في الحوار من القاهرة الدكتور سيد فليفل أستاذ معهد البحوث الأفريقية شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا حوار المساء ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا لك